اقترب يومٌ فاضل شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامًا أخرج مسلمٌ من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله يكفر سنة كاملة يا أخواني السنة السابقة وهذه فرصةٌ ثمينةٌ جدًا لكن ما حكم صيامه سنة وليس بواجه لما أخرجه مسلمٌ رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عاشوراء يومٌ من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه فهو سنة وليس بواجه لكن فضله عظيم جدًا وفرصة ثمينة ما سبب صيامه ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومونه قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم النجَّ الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه أنا أحق بموسى منكم نعم محمد صلى الله عليه وسلم هو الامتداد الحقيقي لموسى عليه الصلاة والسلام أمته أمة نبينا صلى الله عليه وسلم هم الامتداد الحقيقي لموسى عليه الصلاة والسلام وليس اليهود الطاعنين بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وإن زعموا أنهم أولى الناس بموسى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الموضوع ليس شعارة ليس الدعاءة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ومرت سنين طويلة وفي نفس اليوم في عاشراء لكن في سنة إحدى وستين للهجرة في عاشراء سنة إحدى وستين للهجرة حرثت جريمة النكراء قتل فيها حفيد النبي صلى الله عليه وسلم قتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جريمة بشعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها قبل حدوثها لقد كانت جريمة نكراء ويل لمن قتل الحسين ورضي بقتل الحسين ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فنقول نحن أحق بالحسين من من طعن بأصحاب جد الحسين نحن أحق بالحسين من من طعن بأصحاب جد الحسين ونحن أحق بأن نقول ويل لمن شفعاؤه خصماؤه ويل لمن شفعاؤه خصماؤه سيكون خصمك سيكون خصمك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في نشر الخلائق ينفخ لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ لكننا أحق بالحسين من من طعن بأصحاب جده صلى الله عليه وسلم نحن الامتداد الحقيقي للحسين كيف لا؟ ونحن نرى هذه المصهرات التي بلغت حد الانصهار بين الآل والأصحاب وأي أعماء يرى بوضوح مقدار الحب من خلال هذه الزاوية فقط فضلاً عن الزوايا الأخرى التي نستطيع أن نتكلم فيها بالساعات الطوال فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر وعمر تزوج أمك والأمك والثوم بنت علي رضي الله عنهم وأرضاهم وولد منها زيداً وكان زيد يفتخر ويقول أنا ابن الخليفتين يقصد عمر وعلي الحسن تزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر محمد الباقر تزوج أمفروة بنت القاس بن محمد بن أبي بكر والمصاهرات كثيرة جداً لا تعد بين الآل والأصحاب نحن أولى بالحسين من الطاعنين بأصحاب جد الحسين علي رضي الله عنه وأرضاه من أولاده الحسن والحسين كما هو معروف ومن أولاده أبو بكر يسمي أبو بكر على ماذا؟ هل من أجداده وأبائه أحد يسمى أبو بكر وعمر وعثمان أبداً فقد سماهم بأسماء أحبابه رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم وأرضاهم من أسماء أولاده أبو بكر هذا أبو بكر قتل مع أخيه الحسين في كربلاء وعثمان طبعاً أبو بكر أمه ليلى بنت مسعود النهشلية وهناك ابن من أولاده اسمه عثمان أمه أم البنين قتل أيضاً مع الحسين في كربلاء وله ابن اسمه عمر الأطرف أمه الصهباء التغلبية الحسن من أسماء أولاده أبو بكر الحسين طبعاً أبو بكر قتل مع عمه الحسين في كربلاء الحسين من أسماء أولاده عمر علي زين العابدين السجاد من كناه أبو الحسن وأبو محمد وأبو بكر من أسماء أولاده عمر وعثمان ومن أسماء بناته عائشة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين السجاد ابن الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعاً وأرضاهم موسى الكاظم من أسماء أولاده أبو بكر وعمر علي رضا كن يجلو أبو بكر هذه الأسماء وهذه المصاهرات الكثيرة جداً هذا غيظ من فيض لشاهدة على الإفك والبهتان الذي طعن في أصحاب رسول الله وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالحسين من الطاعنين بأصحاب جد الحسين والسيف والسيف الذي تلطخ بدم الحسين كاللسان الذي تلطخ بالطعن في أصحاب جد الحسين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التواب توب إلى الله واستغفروه إنه الغفور بالطعن في الحسين شكرا